بارقة أمل جديد وخبر سعيد آخر في مكفحة فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن أكثر من 45 مليون شخص حول العالم فبعد إعلان كل من شركة موديرنا وقبلها فيزر عن نجاح لقاح يعملان عليه ضد الفيروس المستجد بنسبة مرتفعة جدا استبشر الملايين خيرا بالأيام المقبلة ومن المزايا الرئيسية للقاح موديرنا أنه لا يحتاج إلى التخزين في درجات حرارة شديدة البرودة مثل لقاح فيزر ما يجعل توزيعه أسهل مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي رحب بإعلان شركة موديرنا الأمريكية أن لقاحها التجريبي المضاد لكوفيد 19 فعال بنسبة تقارب 95% في مكافحة الفيروس أضاف فاوتشي أن هذه النتيجة مذهلة وأن ما من أحد كان يتوقع أن تكون جيدة إلى هذا الحد ويرتكز لقاح موديرنا على تكنولوجيا حديثة تقوم على إدخال تعليمات وراثية إلى الخلايا البشرية لتحفيزها على إنتاج بروتين مطابق لبروتين فيروس كوفيد 19 وإحداث استجابة مناعية ضد هذا البروتين ووفقا لفاوتشي فإن كثيرا من الناس كانت لديهم تحفظات على هذه التكنولوجيا التي لم تكن قد اختبرت بعد وأثبتت فاعليتها مشيرا إلى أن البعض حتى انتقدون على ذلك وتؤكد هاتان النتيجتان في نظر فاوتشي سلامة هذه التكنولوجيا لأن البيانات تتحدث عن نفسها بنفسها وأضاف أنه يعتقد أنه عندما يكون لقاحان مثل هذين اللقاحين الذين أثبت فاعليتهم بنسبة تزيد عن 90% لا تعود التكنولوجيا مضطرة لأن تقدم مزيدا من الإثباتات غير أن فاوتشي حذر من أنه لا يزال هناك طريق طويل ليتم قطعه مشيرا بالخصوص إلى الصعوبات اللوجستية التي تعترض عملية نقل جرعات اللقاح ومبديا قلقه العميق من الثقافة المناهضة للقاحات التي تسود في أوصات شريحة واسعة من الأمريكيين وتتوقع موديرنا أن يكون لديها ما يكفي من بيانات السلامة اللازمة للتصريح باللقاح في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع المقبل كما تتوقع تقديم طلب لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ خلال الأسابيع المقبلة أيضا وفي العام المقبل يمكن للحكومة الأمريكية الحصول على أكثر من مليار جرعة من الشركتين فحسب وهو أكثر من اللازم لسكان البلاد البالغ عددهم 330 مليونا ترجمة نانسي قنقر